إذن مشاهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم جانبا من جلسة مجلس الأمن الدولية طريقة بشأن الأحداث في غزة والواضح من خلالها الفشل حتى الآن في الوصول إلى قرار أو تباني قرار لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية تعرض مستشفى الأهل المعمداني بقطاع غزة لقصف وحشي من قبل العدوان الإسرائيلية وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى تمانمائة شهيد عشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين حتى المدارس التي تؤوي المئات من الفلسطينيين الفارين من يحيم القصف الإسرائيلي لم تسلم هي الأخرى من هذا القصف فبحسب وكالة الأم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أصفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم موظفون تابعون للأم المتحدة لم تقف الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية عند هذا الحد بل تخطط إلى ما هو أفضع فهنا تلقي قوات الاحتلال الإسرائيلي المنشورات على ساكن شمال قطاع غزة تطالبهم فيها بالنزوح إلى جنوب القطاع واستطعهد بالأمان لهم ولبنيهم وما إن بدأ الأهالي بالنزوح في مجموعات حتى استهدفتهم طائرات الاحتلال وأوقعت منهم مئات الشهداء والمصابين ومع استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجوم بري على قطاع غزة أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ومجموعة قتالية مصاحبة لها في شرق البحر المتوسط وسوف ترسل حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة حيث تقول الإدارة الأمريكية إن الخطوة تهدف إلى الردع وليس لاستفزاز الأمر الذي اعتبرته دول بالمنطقة تصعيدا خطيرا ودعما لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني وبالرغم من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام إلا أن مجلس الأمن الدولي فاشل في أولى جلساته حول هذا الشأن في إصدار قرار لوقف التصعيد الإسرائيلي على المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لهم ويضاف هذا الإخفاق إلى سلسلة من المحاولات الفاشلة للمنظمة الدولية في اتخاذ قرار ملزم تتمخض عنه خطوات عملية تساهم في حل القضايا الشائكة في الشرق الأوسط التي تسببت فيها إسرائيل بعدوانها وصل فيها المتواصل بحق الشعود